يعني تقريبا تقريبا قديش فيه حسا لما واحد يقول لك تقريبا تقريبا يتأكد انه بده بالضبط شوف علي هذا السؤال بيجين كثير بالكومنتان انت قديش ثروتك انت ابصر شو يعني منقدر نحكي بالجواب عام ما رح احكي رينج رينج تان مليون نحكي بالملايين اه نحكي انت احكي بالملايين انا بقدرش انا بس احكي عن قيمة عقارات انا بس احكي بالملايين انت تحكي عن قيمة عقارات ولا كاش لانه عندي اربعة تسعين عقار في ميامي يعني لو كل واحد لي رمعوا اربعة تسعين الف لو كل واحد الف هذا هم المستحيل مع اربعة تسعين الف لو بنحسب العقار الف بقدر احكي لك شغلة واحدة انه خلي الناس تخمن من ورا هالشغلة الناس تعبت مبدايا قبل ما الحوطة تبلش اشتريت عمارة السنة الماضية باربعة مليون ومئتين الف بعتها بشهر اثنين بسبعة مليون وثلاثمئة الف يعني دوله اثنين مليون كويكس يعني كويكس بس انا على فكرة انا بصرح ان هذا الاشي لانه نحط على الاخبار بميامي لانه رح ينحط على الاخبار في الأوردن لانه موجود على الجوجل مرض رح تلاقيه بجوردان اخبار عادي بس بلموش علي ضرائبه ولك ماما بوغض الضرائب خير الله قاد خير الله بارف بارف امريكا صح تعطيك بس بتاخذ شفت الفيديو اللي حطيته قد دفعت للضرائب لـ 2022 اوه حلو سؤال اعرف كان 457000 يعني 450000 دولار لـ 2022 ضرائب اعملت فيديو وارجيت للناس كيف دفعت للـ IRS ولي هي الضرائب مش بصرح بكل شيء لا منيح بيحكوش عربي غاد كان روحولا مسكولا جلال شوفوا الغرض من اللي بحكيه انه احمس العالم ما تفكر الناس انهم قاعد بيشوف حاله علينا يا ظلم والله لحل الشواربي ملط اذا واحد يتحمس كلها تحمس حباني حلو انت عطيتنا بالدولار وإحنا شعب أردني بدنا من دينار عشان كل واحد بيحول على كيف ويصر عندنا لـ بدنا الرقم ثابت احنا هنا الشعب الجوردن يا ظلم انت شواء اكشف لك حساب البنك يعني ما ضلش افتح لك البنك تعملها من ازلام ها ايه من ازلام ها بتعملها والله العظيم لو اعملها انا من اسلام ها بس احاسس امي حاتي منفرد امك ما تحضر الحلقة لا لا هي هي قاعدة بتحضر تسلم من الزلدات شي كاعدة نعمل انا ما بدي احرجك ممكن ان اخر اشي احرجك خلص نحكي بالملايين وخلص ايش خفيف نحكي بالملايين واكبالها صيد طغنة ولا صيد فقر هذا العظيم